أعننت مديرية الاستخبارات العسكرية أنه ضمن مساعيها للوصول إلى مخابي أسلحة وعتاد داعش الإرهابي وبالتنسيق مع قسم استخبارات قيادة عمليات الأنبار تمكنت مفارزها من الاستلاء على صاروخ طائر حربية نوع بي تو يزين طنا في منطقة الحراريات بقضاء الكرمى بالأنبار كانت العصابة الإرهابية تنوي استخدامه كعبوة ناسفة كما دهمت مفارز أخرى من الاستخبارات العسكرية ورشة لتصنيع العبوات الناسفة في قضايا الأعفر وتم الاستلاء على مواد تفجير